موجز لأهم الأنباء من قناة حلب اليوم أهلا بكم نفى فريق منسق استجابة سوريا خروج مدنيين من محافظة إدلب إلى مناطق سيطرة نظام الأسد عبر المعابر التي أعلنت روسيا والنظام افتتاحها مؤخرا واعتبر الفريق أن خطوة إعلام فتح المعابر من قبل النظام وروسيا يندرج في سياق ما اسمها بالحرب الأعلامية ضد المدنيين في إدلب وفق قوله أفاد مراسل حلب اليوم بأن قوات النظام استقدمت تعزيزات جديدة على محاول ريف حلب الغربي وأضاف مراسلنا أن قوات النظام عززت مواقعها بالمدافع الثقيلة والدبابات ومدافع الهاون في أحياء جمعية الزهراء والحمدانية وأطراف حلب الجديدة وأشار مراسلنا إلى أن اشتباكات متقطعة تحدث بين حين وآخر بين قوات النظام وفصائل معارضة المتمركزة بريف حلب الغربي تم العثور على جثث سبعة مدنيين يعملون في راعي الأغنام كانوا قد أعدموا ميدانيا في قرية عياش الخضعة لسيطرة النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الغربي وتبدو على الجثث أن أصحابها تعرضوا لإطلاق نار على رؤوسهم بشكل مباشر ومن مسافات قريبة على الرأس وفي الوقت الذي اتهمت فيه صفحة دير الزور 24 قوات النظام بالوقوف وراء عمليات قتل المدنيين رجحت صفحة مكتب دير الزور الإعلامي أن تكون الميليشيات الإيرانية هي من أعدمت الضحايا قال موقع هاشتاج سوريا الموالي أن أسواق حلب تشهد حالة من الكساد بسبب غلاء أسعار المواد والبضائع المختلفة مضيفا أن المبيعات انخفضت إلى أكثر من النصف وتقتصر على المواد الأساسية فقط وأنقل الموقع عنه الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة حلب التابعة للنظام حسن حزوري أنه لكي تنخفض الأسعار يجب أن تدور عجلة الانتاج المحلي مشيرا إلى أنه يتوجب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أن تضبط السعر من المستورد أو تاجر الجملة منح رئيس النظام بشار الأسد قائد فيلق القدس قاسم سليماني وسام الشرف الأول الذي يعتبر أرفع وسام لدى النظام وفي الوقت ذاته انتشرت مقاطع مصورة تظهر قيام متظاهرين بتمزيق وحرق صور قاسم سليماني خلال الأحتجاجات التي تشهدها إيران نفت صفحة الشرطة التابعة لنظام مقوعة حديثة انتحار شاب في منطقة جسر الرئيس في دمشق مشيرة إلى أنها لم تسجل في المنطقة أي واقعة انتحار في حين قالت صفحة إعلام موالية أن الشاب فراس زين الدين أقدم على الانتحار عبر رمي نفسه من على جسر الرئيس وكتب في رسالة توصية تم نشرها أن عجزه عن تأمين الدفء والدواء لأولاده دفعه إلى الانتحار ختم الموجز يأتيكم بعد قليل برنامج التربية الذكية إلى اللقاء